في المستشفى على السرير منذ أكثر من سنتين ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع الوضوء وعندما نقول له حان وقت الصلاة يدرك ما نقول ولكنه لا يتوضى ويصلي وهو على السرير نعم يصلي على حسب حاله قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة فيصلي على حسب حاله ولكن إذا كان ما يستطيع استعمال الماء كما يذكر السائل فإنه يؤتى له بصعيد طيب فيتيمم به والذي نعلم أن وزارة الصحة توزع على المرضى السفنجات مشبعة بالغبار تكون عندهم يضربون عليها ويتيممون عليها بغبارها هو لا يترك التيمم حتى لو لم يستطع أن يتيمم هو فإنه يأتي من ييممه أن يضرب بيديه على على هذه السفنجة وهذا الغبار الطاهر ثم يمسح وجهه ويمسح كفيه له فقر أخرى يقول الحمد لله أنا من البلد